لكن نجاوب على إياه هل يجوز لها أن هي تصوم لولدتها وهي عليها أيام سيوم كانت هي في البداية تقضي ما عليها في البداية تخلص هي الديون اللي عليها الأول وبعد ما تخلص ديونها تنتقل إلى غيرها بين الله أحق بالقضاء نعم تنتهي من ديونها بداية وبعد كده يا جماعة برضو بنحذر الجهل يا جماعة هناك رجل لا يعذر بجهله يعني أنا مثلا امرأة ومسلمة وأفضل مثلا عشرين سنة أصوم ومش عارفة إن أنا بقضي ما علي من أيام ما كنت في الحائض أو النفساء أو الحامل يعني هذا جهل يا أستاذ لازم نسأل عنه ولازم يبقى عندنا يعني نذهب إلى العلماء ونسأل في أمور ديننا كما نسأل في أمور دنيانا والله يا شيخنا أنا 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 محتسبة إن شاء الله بعض رمضان ربنا الدين العمر في طاقت الله عايز أعمل زي فقرة محول أمية الدينية نعم إحنا بنعمل محول أمية في الكتابة والإراءة وبحول أمية الدينة أولى صحيح يا أستاذة هنا يعني اتلاقي مثلا وبقى أشاهدها وأنا في المسجد عندي هلقى راجل عنده ستين سنة ومش عارف يتوضى بقى له ستين سنة بيدخل إلى دورة المياه ومش عارف يتوضى لا يحسنوا الوضوع هذا يعذروا بجهله معاه العلماء الليل ونهار لو كان جاهلا لسأل واستفت غيره لكن الناس يعني تنظر إلى أمور الدين نظرة يعني بالقشور ثم تذهب إلى أمور الدنيا فتمحص في أمور الدنيا فاحنا بنقول يا جماعة زي ما بنهتم في أسئلة الدنيا لابد أن نهتم في أسئلة الدين ومداما بيرفاش عن الناس الحرج إن أنا أقول لك أصلا ما كنتش أعرف ليه ما تعرفش أنتم تدخلوا عن نت وبتهتموا تعرفوا كل المعلمات نسأل نسأل بسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا نعم نعم نسأل وأنا بقولك إن في بعض الأحيان ممكن تكون جاهلا ولا تعذروا بجهلك ترجمة نانسي قنقر